طيب زكي أحمد منوارنا أحمد الله يخليك الحمد لله تمام كل معكم السنة اللي خاتت بعد التمثال ما مشاهل لمصر أيوة جسا كنا بنتكلم بنقولي الكلام انت سمعني كده دلوقتي كويس؟ سمع يعني تمام يعني بسك المتقاعد هانت سمعني ضقيلا ضقيلا طيب أحمد قولينا كده ليه اخترت تمثال عن شكل المرأة الراقصة بالتحديد في مؤتمر قمة المناخ تمام سأل خير الأول بحيث وطبعا هو اختيار فكرة المرأة الراقصة مش في حد ذاته هو لعبة ما بين الخامة والموضوع يعني أحب دايما أن أنا أستخدم خامات تبدو قاسية وراف وكشنة أو المعلومات عنها أنها مواد صعبة يصعب نحتاجها تجمعها مع بعض وتشكلها بيدي إحساس مختلف أو عكسي عن طبيعة الخامات فطبعا شكل المرأة وشكل المرأة لما تبقى أخذها حركة راقصة كده هادية لطيفة يعني بتزود فكرة التضادنة بين الخامة والموضوع تاني حاجة يحنا لنا حسابات في الشغل بتاعنا يعني أن الشكل يبقى اتركت يعني يبقى شكل لطيف شكل جذاب تمام؟ آآ آآ معين فده آآ معلش نستطيع بقى شغل فده برضو بيحقق فكرة إن الشكل يبقى يعني كاتشي أو يشد النظر في المقام الأول وبعدين بعدا ما يشد النظر أبتدي أشوف بقى ده معمول من إيه فأوكي ده معمول من خمات آآ ريساكلينج آآ بقى التدوير للحديد والآآ فتزود الفكرة هم حلوة أوجه بس طيب آآ عايز برضو أسألك على حاجة آآ فكرة آآ أن أنت بتمل آآ تمثال كبير بالضخامة دي آآ بياخد منك وقت قد إيه أوكي هو والله طبعا التمثال ده اتفاعه خمسة متر آآ ده حجم كبير طبعا في التمثيل آآ آآ أنا لما تعرض علي آآ آآ المشروع ده آآ كان فاضل على الوقت المناسب ده مانا أروح أركب في المؤتمر كان فاضل عشر تيام آآ ده طبعا وقت يعني مش بقى مستحيل آآ يعني لا يمكن أننا ده لسه احنا لسه ما فيش فكرة يعني بيعرض علي بس أننا أحط من شركة خاصة يعني مش حاجة حكومية آآ اللي هي المسؤولة عن تنظيم المؤتمر آآ فطبعا ده كان حاجة مستحيلة آآ أول العلاء أن تطلع آآ مستوى مش آآ مش بايد آآ ولكن في أي حالة تانية ما كنت رفض طبعا آآ في أي حالة تانية لكن لما لقيت أن في فرصة أن أنا آآ أحط أي آآ لم تبقى مشارك في أي شكل في آآ مؤتمر عظيم زي ده فده اللي خلاني أن أنا يعني أقول توكلت على الله يا الله وربنا يسهل إن شاء الله وتخفض يعني فالحمد الله مع طبعا بعض التقنيات اللي تسرع واتلة الشغل آآ ما يبقاش في مابتع إعادات أو حاجة زي كده يعني علشان ما كيش وقت ضده خالص يعني التمثال كله كفكرة وإن أنت تبدأ تشتغل فيه أخذ عشر تيام أعتقد أنه ده وقت قياسي الحمد لله ده الفضل ربنا طبعا لأنا أقول على الرجب أي حسابات لا يمكن يعني أي حسابات لا يمكن فالحمد لله يعني ده الفضل ربنا في الأول في تاخذ يعني الحمد لله يعني إما كان أخلص بشكل مش حلو يعني لا لا إحنا إحنا لحظه الصور لا شايفين أنه يعني شكله ملفت ومميز جدا طيب أحمد قل لي يعني هل كل التمثال معمول من الخردة ولا لأ وهل كم أنت بتشتغل فيه جزء جزء ولا يعني العملية كانت ماشية إزاي تمام يعني أسرار شغل بتتماشي لا ما إحنا مش نعمل حاجة خمسة متر احنا نعمل حاجة على قدنا كده اي 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 احنا احطراتكم مش فيه ناس تانية بتسمع دلوقت لا 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 بأس مال لا هو وتعمل فعلا على أجداء لأن حتى المكان اللي احنا كنا شغالين فيه ما كانش يسمح أن احنا نوقف التمثال بالحكم ده فأخر العملية تمت في الموقع بعد التركيب اللي هو تجميع النصتين على بعض وهو متنفس فعلا بأجداء أقل يعني كل رجل الوحدة وبعدين التورس وبعدين بنجمع الحاجات دي ونكمل الحركة يعني بتكنيج ما هو ده اللي بقول الحركة اللي هو تعمل بتخنية مش معتادة قوي لكن هي اللي تتحقق للسرعة في التنفي وهو كله معمول من خمتين بس ما فيش أكتر اللي هي الحديث والفستان اتعمل بكاوتش الدراجات الأدية بإيه كاوتش كاوتش الدراجات العجل يعني طيب السؤال برضو هنا كانت ردود الأفعال على التمثال إيه يعني وهل مثلا السوشيال ميديا كانت أخبارها إيه مع التمثال بتاعك والله حضرتك عارف دلوقتي أعمال النحط بالذات بقت عاملة زي أعمال الدرامية كده يعني أول ما بتنزل على السوشيال ميديا بتلاقي فيه رد فعل على طول أعتقد ده ما كانش موجود من فترة يعني ده مؤخراً الناس ابتدت تحب فكرة الأعمال الفنية بالمجسمات وأنه كمان بقى ليها فكرة يعني ما بقيتش مجرد أشكال أو تمثيل حلوة لا بقى كل فنان بيكون قاصد أنه هو يوصل رسالة معينة حقيقي هي بقى الأعمال النحط لأنها كمان أماكنها عادة 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 بتبقى يعني أولي للتردد عليها بتبقى في أماكن خاصة أو أماكن مع عرض فني أولي للأعمال اللي بتبقى في أماكن عامية لكن النحاتين دلوقتي بالذات بيبقى لهم زي بقى في شهرة الأعمال النحط على السوشيال ميديا بالذات يعني وده زي معارك قلت كده مؤخرا وبتدينا نحس بصادة ده في الكلية بالمناسبة يعني ابتدى فيه إقبال جامد على قسم نحط أنا بفسره بتأثير برضو السوشيال ميديا للناس بتهتم بأعمال النحط وتتكلم عليها وتشيرها وتقول ده حل وده وحش ابتدى الموضوع من زمان خالص بالنقد السلبي يعني إن كان فيه أعمال ما بتعجبش الناس بتشيرها الجامد أبداً على سبيل الهزار حتى أول الله هي أنا بصراحة بيصعب علي إن احنا نقوله على الحاجات دي أعمال يعني دي بتبقى توارس ماشي أوكي آه يعني لما بتبقى معادي مثلاً من ميدان أو من شارع والمفود تلاقي حاجة فعلاً احترافية وحاجة شكلها حلو ومبهرة ومدهشة عكس ما تلاقي حاجة مدهشة جداً برضو لكن لكن بتفاجئ بابا هي مدهشة هي كويس عملت حاجة برضو دي بتبقى عمال سفلية مش عملها الفنية في معظم الحاجات دي بتبقاش متخططين بالمناثة يعني بتبقاش نحاتين متخططين بتبقى ناس هو أو حتى يعني عمال بيعملوا عندهم عارف عدلك فكرة اللي هو أن عامل عندي موهبة بس طبعاً لما بتحطوا قداماً وأنه يعمل حاجة كبيرة أو كده بتطبع بالأشكال اللي احنا عارفينها فهي ابتدى بالنخط السلبي كتير بس بعد كده ابتدى المصريين يحبوا يعني يشيروا أعمال على أنهم ما بيحبوها مش مش مدهائي منها حال فده ده كان كويس يعني نقلة كويسة جداً وبالنسبة للعمل الأخير الحمد لله يعني حتى الآن حاسد بردود سعل لطيفة طبعاً هو ده يعني برضو ده دايرته برضو معظم عفنانين تشكيلين أو مهتمين بالفن التشكيلي فمتبقاش هي الرد الفئة للعام قوي لكن عموماً ما لقيتش يعني أي سبين كار كبير أو حاجة الحمد لله يعني حتى الآن ردو ده يكمل على خير إن شاء الله طيب أحمد برضو كلمنا عن فكرة الأعمال الفنية عمتاً اللي موجودة في قمة المناخ وإزاي شايف أنه ده بيوعي وبيأثر في الناس من ناحية القضايا البيئية بشكل عام تمام وبالصدفة يعني أنا بسألت الدكتورات بتاعتي كان داخلة فيها الجانب البيئي بشكل كتير علاقة الأعمال بالبيئة الأعمال المحتاجة بالبيئة بتاعي فممكن ده بيتمب من خير كذا حاجة أولاً أنا ممكن أعمل تمثال بخامة زي مثلاً الريساوكلينج كله بيصب اللي هو أعادة تدوير الخامات إن أنا أستخدمها في أعمال فنية ده بيصب طبعاً في صالح المصدحة البيئة إن أنا بجمع المخلفات الضارة أو اللي ما لهاش لازمة وأستخدمها إن أنا بعمل بيها عمل فنية ده حتى لو كان موضوع ومش كده يعني خدت مخلفات وعملت بيها أياً كان زي اللي أنا عامله ده مثلاً ولكنه بيصب في صالح لموضوع البيئة تمام؟ ممكن أعمل تمثال بخامة مش مش أعل التدوير ممكن أعمل تمثال برونز عمل تمثال بوليستر عمل تمثال خشب حجر ولكن موضوعه بيهدف إن هو بيعمل توعية بيئة يعني أعمل شكل نفسه بيدي رسالة بيئة فممكن بطرق كتيرة يعني مش مش شرط إنها تبقى رسالة لمش شرط إنها تبقى تدوير ممكن بطرق كتيرة تانية إن أنا أحط عمل فني في مكان مثلاً في محمية طبعية فيه بتعمل بطرق نقطة اهتمام لحاجة بيئة هنا إن أنا مثلاً أنحط حيوان ضخم معارض الانقراض وده أنا بعمل توعية بيئة حتى لو الخامة مش 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 قادة تدوير أين كتير خامة فهو الفن متعدد للاستخدماته وبيتقاطع مع المواضيع بكذا شكل وحلو إن إحنا بقينا نوظف ده بشكل سليم وبقينا نوظفه كمان في أماكن يمكن الناس تقدر تشوفها بسهولة وتبقى طول الوقت زي ما كنا منتكلم كده قدام عيون الناس فيحسوا إنه في رسالة طول الوقت موجهة ليهم أحمد بنشكرك جداً ونورتنا شكراً لك